يعبد وزير الخارجي العراقي فؤاد حسين الطريقة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في زيارته المرتقبة إلى تركيا وبحسب الرشح حتى الآن فأن الزيارة ستحمل معها ملفات استراتيجية وقضايا مشتركة نعم والأموال المهربة والحدود والمياه والاستثمار ووجود حزب العمال الكردستاني ملفات ستتصدر الحوارات الثنائية في وقت يحرص فيه البلدان على أن يكون سيناريو العلاقات مستقرا بحكم الروابط التاريخية إلى ذلك شدد وزير الخارجي التركي مولود جاويش أغلو على أهمية فتح معبر فيشخابور أوف كاوي لجعل العراق مركزا إقليميا موضحا خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره العراقي فؤاد حسين في أنقرة أن هدف بلاده إيصال حجم التبادل التجاري إلى عشرين مليار دولار نؤكد أهمية فتح معبر فيشخابور أوف كاوي من أجل جعل العراق مركزا إقليميا ولتعزيز التجارة بين أربيلا وبغداد وتركيا هدفنا أن نصل في حجم التبادل التجاري إلى عشرين مليار دولار حتى الآن وصلنا إلى سبعة عشر مليار دولار تبعي مليار دولار الحبيث آركان التجاري